موسيقى اعلن الجيش الوطني في محافظة تعز تحرير مواقع جديدة من قبضة ميليشيا ايران الحوثية في معارك مستمرة تشهدها الجبهات الغربية للمحافظة وقال المتحدث باسم محوري تعز العقيد عبد الباسط البحر في بيان له على تويتر ان ابطال الجيش الوطني يخوضون معارك عنيفة في وادي حذران وفي تبيشعة غربي المدينة واكد البحر ان قوات الجيش والمقاومة تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة يشار الى ان الجيش الوطني اطلق منذ نحو اسبوع عملية عسكرية غربي تعز وتمكن خلالها من تحقيق مكاسب ميدانية وتكبيد ميليشيا الانقلاب خسائر في العتاد والارواح تخوض قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثية المدعومة من ايران في جبهات القتال جنوب مارب وقالت مصادر ميدانية ان قوات الجيش كبدت ميليشيا ايران الحوثية خسائر فادحة في العتاد والارواح وبالتزامن استهدفت مدفعية الجيش الوطني تعززاتين كانت في طريقها الى ميليشيا الحوثية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مارب ودمرت عدة آليات بما عليها من افراد وذخائر نعت وزارة الداخلية مديرة ادارة التخطيط في شرطة محافظة مارب المقدم فيصل حميد الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني فع زملائه في المعركة الوطنية ضد ميليشيا الحوثي في جبهات جنوب مارب وقالت الوزارة في بيان النعي ان الشهيد حميد كان من اوائل الابطال الذين هبوا الى ميادين الشرف للمشاركة في معركة تحرير الوطن والسعادة الدولة والمؤسسات الدستورية واعرب البيان عن الفخر والاعتزاز بالبطولات والتضحيات التي يقدمها منتسبو الاجهزة الامنية في محافظة مارب الى جانب زملائهم من ابطال القوات المسلحة وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تسعة وستين حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيا ايران الحوثية بحق السكان والممتلكات الخاصة في منطقة العمود بمديرية الجوبة خلال الاسبوع الماضي وقالت الشبكة اليمنية للحقوق في تقرير لها ان ميليشيا الحوثي مستمرة في قصف المناطق الاهلة بالسكان في مديرية العبدية بالصواريخ الباليسية والطيران المسير ومدافع الهاون والهوزر وقذائف الدبابات ووضح التقرير بان القصف الحوثي تسبب في استشهاده عشرين مدنيا بينهم اربع نساء وستة اطفال بالاضافة الى اصابة ثلاثين مدنيا وتهجير اكثر من عشرة الاف اسرة ناقش وكيل محافظة مارب الدكتور عبد الرب مفتاح اليوم مع مدير مكتب منظمة اليونسف في عدن شارلز نوزكي تطورات الاوضاع الانسانية الاخيرة في المحافظة واوضاع واحتياجات الاف الاسر المهجرة قسرا من مديريات مارب الجنوبية واشدد مفتاح على ضرورة قيام منظمة اليونسف ومنظمات وهيئات ووكالات الامم المتحدة ووكافة المنظمات الاغاثية المحلية والدولية بتحمل مسؤولياتها الانسانية تجاه المواطنين الذين هجرتهم ميليشيا الحوثية الارهابية قسرا من مناطقهم في مديريات محافظة مارب الجنوبية اثناء عدوانها المتواصل على المدنيين في تلك المديريات واكد مفتاح ان الميليشيا الحوثية الايرانية هجرت خلال شهر سبتمبر واكتوبر الماضيين هجرت اكثر من اربعة وخمسين الف من ابناء مديريات رحبة وحريب وماهلية والعبدية وجبل مراد والجوبة بعد ان استهدفتهم في منازلهم ومزارعهم وقصفت القرى والمناطق الاهلة بالسكان ومخيمات وتجمعات بالصواريخ الباليستية وقذائف المدفعية وبمختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة مخلفة عشرات القتلى والجرحى من المدنيين ادانت منظمة سياج لحماية الطفولة المجازر المروعة التي ارتكبت في حق الاطفال بعدة محافظات خلال الايام والاسابيع الماضية وقالت سياج في بيان لها ان استهداف الاطفال بالصواريخ الباليستية والسيارات المفخخة والالغام المضادة للأفراد والقناصات ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وعشار البيان الى ان الاطفال في اليمن اصبحوا معرضين لمختلف الجرائم والانتهاكات جراء استمرار الحرب الانقلابية واضحت سياج ان قتل ميليشيا الحوثي للاطفال في مارب وتعز والحديدة وشبوة وغيرها من المحافظات تتطلب موقفا دوليا وانسانيا عاجلا للحد من الانتهاكات الخطرة اكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان على ان انهاء الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من اكثر القضايا الحاحا لضمان حرية التعبير والوصول الى المعلومات لجميع المواطنين وعقدت اللجنة الوطنية جلسات استماع مغلقة لعدد من الضحايا الصحفيين بمناسبة اليوم الدولي لانهاء الافلات من العقاب وقدم الصحفيون الضحايا افادات صادمة حول ما طالهم من انتهاكات مست حقهم في الحياة والسلام الجسدية والمعنوية والاذاء الكبير الذي تعرضوا له واكدت اللجنة الوطنية للتحقيق استمرارها في اجراء التحقيقات الفعالة في جميع الادعاءات بالانتهاكات ضد الصحفيين وتحديدا الاشخاص والجهات المتسببة تمهيدا لمحاسبتهم استدعت الحكومة اليمنية اليوم سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس وذلك للتشاور حول التصريحات المستهجنة من وزير الاعلام اللبناني جورج قداحي وقالت وزارة الخارجية وشؤون المعتربين في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية سبأ نسخة منه ان حكومة الجمهورية اليمنية تشير الى رسالة الاحتجاج التي سلمها سفير الجمهورية اليمنية في بيروت الى الخارجية اللبنانية يوم الاربعاء الماضي بشأن التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الاعلام اللبناني وانحراف تلك التصريحات عن الموقف العربي الدعي من القضية اليمنية العادلة في مواجهة ميليشيا انقلابية اوغلت في الاجرام والانتهاكات بحق ابناء الشعب فانها تعلن استدعاء سفيرها في بيروت للتشاور واضاف البيان بان اليمن حكومة وشعبا ستستمر بمواجهة المشروع الايراني وميليشياته ولن تكون الا صمام الامان للجزيرة العربية والمنطقة عموما امام مشاريع الموت والدمار التي يحملها النظام الايراني وادواته جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك موقف الحكومة المبدأي بشأن نقل مقر البعثة الاممية في الحديدة الى مكان محايد حتى تتمكن من القيام بدورها وناقش وزير الخارجية مع القائمة باعمال رئيس بيثة الامم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة دانيا كروسلاك ووضع تنفيذ اتفاق الحديدة وحالة جمود البعثة نتيجة للقيود المفروضة عليها من قبل ميليشيا انقلاب واستعرض وزير الخارجية خروقات الميليشيا وسلسلة حوادث الالغام الحوثية التي تشهدها المديرية المحررة بمحافظة الحديدة وتزهق ارواح المدنيين من جهته قالت كروسلاك ان البعثة الاممية تبذل جهودا لاستئناف تنسيق اعادة انتشار القوات ونقل المقار الرئيس للبعثة واعكدت على اهمية تعاون كل الاطراف للحفاظ على وقف اطلاق النار وتمكين البعثة من القيام بدورها بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحي بح مع الليلة الدولية للصليب الاحمر الخطة الاستراتيجية المتعلقة بدعم مركز كورونا في محافظة الضالع واستعرض وزير الصحة مع نائب رئيس بيثة الصليب الاحمر التي تزور محافظة عدن جوفيندا اوجه الدعم لمستشفى سياج الميداني في محافظة الضالع وعبر الوزير عن تقديره لدور الصليب الاحمر الدولي وتفاهماته مع الحكومة من ادل تعزيز دوره في ظل استمرار حرب ميليشيا الحوثي الارهابية على اليمنيين ثمن وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي الجهود والتدخلات الانسانية لمنظمة الهجرة الدولية بالمحافظة والتي ساهمت في التخفيف من معاناة الحرب والحصار المفروض على المحافظة منذ سبع سنوات ولفت المخلافي خلال لقائه اليوم نائب رئيس بيثة المنظمة والوفد المرافق له الى ما تعانيه المحافظة وعلى وجه الخصوص مديريات المدينة في مختلف القطاعات وانعدام قدرة المرافق لتقديم الخدمات للمواطنين جراء الحرب داعيا البعثة الى التوسع في المشاريع التي تقوم بتنفيذها وشموليتها في كل القطاعات عقد اليوم في مدينة التربة مركز مديرية الشمايتين اللقاء التشاوري الموسع تحت شعار وحدة الكلمة والموقف والهدف وبحضور رئيس الملتقى الجامع وكيل محافظة تعز الشؤون الدفاع والامن اللواء عبد الكريم الصبري وبعض مسؤولي محافظة تعز ومديرية الشمايتين واكد الحاضرون في الملتقى التشاوري على ضرورة توحيد الصف الجمهوري بكافة اطيافه السياسية والاجتماعية لمواجهة المشروع الظلامي الحوثي الكهنوتي الايراني وخاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن واستعرض الحاضرون بطولات وتضحيات ابناء الشمايتين في سبيل الدفاع عن الجمهورية ومحاربة الامامة وشدد الملتقى على اهمية دعم الجيش الوطني والمقاومة من اجل استكمال تحرير محافظة تعز واستئصال هذا السرطان الخبيث الذي اغتال الماضي وقتل الحاضر وسيدمر المستقبل احتفلت جمعية الحكمة اليمانية الخيرية بتخرج 466 حافظا وحافظة لكتاب الله الكريم في محافظة تعز وقد نظمت الجمعية حفلة كريم للحفاظ واستحضور كبير للأهالي والسلطة المحلية بالمحافظة وبحسب مكتب الاوقاف في تعز فقد حافظ عشرة الف شاب وشابة القرآن الكريم خلال الاربع السنوات الماضية فاكثر تقريبا ثلثي الاربع وستة وستين حافظة هم من الحافظات والهؤلاء العدد هذا يعني من خلال كل مديريات تعز مدارس التعفيض في الجمعية الحكمة متواجدة فضيلة تعالى في العديد المديريات تعز ومعنا أكثر من أربعمائة وخمسين حلقة تحفيض معنا أكثر من ستة آلاف طالب وطالبة في هذه المدارس أولا أشكر وأحمد الله عز وقال أولا والأخيرا وبعدها أشكر كل من شقعنا لهذا العمل وأعتز بديني وأنا أكون حافظا لكتاب الله عز وقال ولا أجد فرحة نفس هذه الفرحة فهي فرحة عظيمة أكبر وسعادة أسعدت بها اليوم السير في كتاب الله هو الطريق الصحيح للخلاص من هذه العصابة الإجرامية التي تدعي أنها تطبق المسارة القرآنية وهي تقتل المسارة القرآنية التي تدعي أنها تحفظ كتاب الله وهي تسبك الدماء الأطفال والنساء والشيوخ في الأمس القريب قتلت ملايقل عن ثلاثة أطفال في محافظة تعز ثم قبل أيام أسقطت صواريخ على مارب وقتلت بعض الأخوة السلفيين ظلما وعدوانا هذه العصابة التي لا تستمر القتل ولا أيضا تنظر للشعب اليمني على أنه شعب داعشي وإرهابي كل من يخالف المدى الفارسي وكل من يخالف الأولاية والعبودية للسيد فهو في نظرهم بإرهابي ناقش وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام بن حبريش الكثير اليوم مع رئاسة جامعة القرآن الكريم سير العمليات التعليمية بكليات الجامعة والصعاب التي تواجه الهيئة التدريسية حاليا ومساهمات السلطة المحلية في التغلب على أبرز تلك الصعاب وأكد الكثير يهتمام السلطة المحلية بمعالجة أوضاع التعليم العام والتعليم المتوسط وكذلك التعليم الأكاديمي وفقا للإمكانيات المتاحة شدد محافظ محافظة المهراء محمد علي ياسر على ضرورة التلاحم وتكاتف الجميع لمساندة مؤسسة الدولة وأجهزتها للحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب المحافظة ويلات الصراع والفوضى وأشد بن ياسر بالتعاون ووقوف الوجهاء وأبناء المحافظة والمواطنين إلى جانب الأجهزة الأمنية وحرصهم على الستباب الأمني بالمحافظة جاء ذلك خلال ترأسه لقاء بعدد من الشخصية الاجتماعية والشيوخ والأعيان بالمحافظة اشتركوا في القناة